السلام عليكم ازايكم عاملين ايه? النهاردة ان شاء الله اشرح لكم طريقة عمل يد شنطة او حزام جديدة وحصرية على كل اليوتيوب وعلى كل السوشيال ميديا. انا دعاء محمد ودي قناة في عشق الكروشي ويلا بينا نبتدي على طول. الخامات اللي انا هستخدمها هنا خيوط كليم مكة وده من اجمل خيوط الكليم اللي ممكن استخدموها. هحط لكم اللينك بتاع الجروف صندوق الوصف. وهحتاج حلقتين اللي هما سهلت الفتح ويبقوا عراض من تحت اللي هم اشكال كتيرة قوي. وهحتاج لابرة مقاس سبعة مناسبة للخيط بتاعي. احتاج لمقاص وهحتاج لابرة تنظيف. طبعا ممكن نفس الشغل دوت اشتغلوه بخيط الايطان خيط الكردون الاسباني اي نوع خيط موجود عندكم عادي. يلا بينا نبتدي على طول. اول حاجة هجيب الخيط وهقيس تلاتة متر مش هشتغل بيهم. تمام? وهخليهم كده قصادي قدامي. دي هنا الجزئية بتاعته التلاتة متر ودي هنا الفتلة الاساسية. هحط الابرة بالطريقة دي. وهخلي الخيط فوقيها. وبعدين هجيب الخيط اللي هو التلاتة متر ده. اجيبه قصاد الفتلة دي. يعني يبقى عامل كده. تمام? عملنا ايه? الخيط ده اللي هو التلاتة متر جبناه كده من تحت الابرة. واخليناه بالطريقة دي. وبعدين هجيب الحلقة بتاعتي واحطها تحت الفتلتين دول كده. اهي. تمام? وبعدين هدخل الخيط اللي هو التلاتة متر دوت في الحلقة. هعمل ايه بعد كده? هجيب الخيط اللي هو التلاتة متر ده. هخليه يبقى قدام الابرة. يلف لف على الابرة. يجي يرجع تاني قدام الابرة. ودخله تاني جوه الحلقة. واقوم مطلعه من قدام هنا لورا. تاني. الخيط اهو جوه الحلقة. الفتلة جوه الحلقة. بجيبها قدام الابرة. وتاخد لفة حوالين الابرة. ترجع تاني قدامي وتدخل جوه الحلقة. كأننا نعمل رقم تماني. واقوم مطلعة تاني الخيط من دهر الحلقة. هنكرر الخطوة دي كمان مرتين تاني. اهوة الخيط. بخليه يجي قدام الابرة. يلف حوالين الابرة. يرجع تاني لقدامي بالطريقة دي. واقوم مدخلات تاني في الحلقة. انا عامل فيديو قبل كده بطريقة الايد دي. بس مع اختلاف الجزئية اللي هي الزيادة. اللي هي مع حدش عارف يعمل لها الطريقة بتاعتها الحمد لله. يعني فضل الله عرفت الطريقة بتاعتها من فترة. وآآ قلت شاركها لكم مع بعض. طيب هنرجع اخر مرة. هجيب الفتلة دي قدام الابرة. واعمل رقم التمانية اللي انا بعمله. واقوم جايبة الفتلة دي هنا كده. وندخلها في الحلقة بتاعتنا. طيب. كده احنا عملنا خمس حلقات على الابرة بتاعتنا. هاجي اعمل ايه? هجيب الفتلة التلاتة متر دي. وصد الفتلة اللي هي الاساسية. خلتها قدامنا. بس عشان ايه? نثبت الغرزة دي. وبعدين هاجي الفتلة الاساسية اللي انا ماسكيها. هقوم مخرجاها من الخمس حلقات دول. بصوا هقوم سحبها برا الخمس حلقات دول. هنسيب دلوقتي الفتلة اللي هي بتاعت التلاتة متر دي مش هنشتغل بها. هنشتغل بقى بالفتلة الاساسية بتاعتنا. بصوا ما بين الحلقات لما تيجي تشدي كده في فتلة هتلاقيها هي اللي بتطلع الخيط. بصوا اللي هي ايه? فوق دي. شايفينها? ما بين الحلقات موجودة كل ما هتسحبي كل ما هتلاقيها ايه? بتتسحب معاكي بالخيط. دي اللي احنا هنشتغل بها. فهنعمل ايه? هدخل الابرة ما بين الحلقة الاولى والتانية. وادخل في فتلة الخيط اللي بتتشهد دي. وبعدين ما بين التانية والتالتة هدخل الابرة واقوم سحبها. هوسع على نفسي كده ما بين الغرزة الرابعة والتالتة هقوم مدخل الابرة في الحلقة اللي بتتحرك. واخر واحدة برضو هقوم مدخلها هنا. يتكون عندي خمس حلقات. لازم يبقى الشغل بتاعي مرتاح مش مجدود جامد. هقوم سحب لفت خيط واقوم طلعهم من الحلقات دي كلها. وبعد كده اقوم عاملة كده الابرة بحيث ان هي تخلي الحلقة اللي فوق هي اللي ايه اللي احنا نشتغل فيها. ادخل تاني ما بين الحلقة الاولى والتانية. واقوم موسعة لنفسي كده. وادخل ما بين التانية والتالتة. كده. وبعد كده ما بين اللي بعديها. التالتة والربعة. وما بين الرابعة والخمسة. ادخل واخد اخر لفة. يتكون عندي خمس حلقات على الابرة. اقوم سحباهم مع بعض مرة واحدة. واقوم محركة الفتلة بالطريقة دي. بحيث ان الفتلة الاساسية تبقى لي فوق. نبتدي مع بعض ده بقى اسرع شوية. اهي. دي اول حلقة. تاني حلقة. تالت حلقة. ورابع حلقة. وفي حلقة اساسية موجودة على الابرة. يبقى خمس حلقات على الابرة. اخد لفة خيط واقوم مطلع الخيطة دي او الفتلة دي من الحلقات كلها. وبعد كده احرك تاني الفتلة بالطريقة دي. اللي هي الحركة اللي انا بقلت لكم عليها في الفيديو اللي فات. الطريقة دي بتخلي الفتلة الاساسية تبقى فوق. فتبقى بالسهولة هي تخشي. وتخشي في اللي بعديها. هتلاقيها واحدة واحدة بالنسبالك سهلة جدا ما فياش اي شغل. وبتدي شكل شيك جدا للشنطة. بعد كده اقوم عامل الحركة دي. وادخل تاني ما بين كل حلقة من الحلقتين. واقوم مدخلة الابرة فيهم. ومخلية الخيط كده في حيزة واحد. واقوم سحبة الحلقات من على الابر. وتاني احركها كده. وارجع تاني واقرر. لحد ما اوصل للمقاس اللي انا عايزة. هي الغرزة دي لذيذة جدا. يعتبر نوع من انواع الكروشيه التنسي. شغلت بس ان انتي بتعرفي بتدخل الابرة بقاني جزئية. خلاص بتبقي عارفة الطريقة كما. ما تخليش اليكي لمرخ اوي ولا مشدود اوي. ما بين البناء. هنستمر ان احنا نشتغل بنفس الطريقة دي. وخلي الصبوع ده عامل مساعد معاكم في الشغل. بحيث ان انتو لما تيجوا تسحبوا الفتلة. يبقى الصبوع ده كده ورا الفتلة بيساعدكم ان انتو تسحبوها. تمام? ما تنسوش وانتو بتفرجوا على الفيديو كده توقفوه ديقتين. وتعملوا لايك وكمانت وشير للفيديو. ولو مش مشتركين في القناة دوسوا على زر سبسكرايب او كلمة اشتراك. ودوسوا على الجرس وفعلوا الجرس على الكل عشان نيوصلكم كل فيديوهات القناة لو مهتمين بالكروشي والهان ميت. وعلى فكرة الحزام دوت انا بشتغل بيه الشنطة ديت. هنزلها برضو قريب جدا. تابعوني وهتلاقوها ان شاء الله في خلال يومين موجودة على القناة. طيب انا وصلت زي ما قلت لكم كده المقاس اللي انا عايزة انا قلت بس هوريكم الحركة الجديدة دي. هبتدي اعمل ايه? هسيب حوالي اربعين سنتي من الخيط. وبعد كده هقصه واطلع الفتلة دي برا الغرس ديت. هجيب ابرة التنظيف بتاعتي. وهدخل فيها الفتلة دي. وهبتدي اجيب الحلقة بتاعتي. وهحطها كده قدام الشغل بتاعي. وهدخل الابرة داخل الحلقة دي. واقوم خرجها من الجزئية دي. هخرج الفتلة من الجزئية دي. اهي شايفين? دي كده اول غرزة باقت شبح اللي ايه? الغرزة دي. وبعد كده هجيب الابرة من ورا لقدام ادخلها في الوراء. وبعدين اخرجها من الحلقة دي. واخرجها لورا. يعني انا دلوقتي اهي دخلتها بس هخرجها من الجزئية اللي ورا بالطريقة دي. وتكونت كده معي تاني حلقة. وهدخل تاني جوه الفراغ دوت. وهاجي في الغرزة اللي بعديها. هدخل فيها كده. وهرج الابرة لورا. وكده تكونت تالت حلقة. هدخل في الابرة تاني طريقة بسيطة و سهلة جدا هاي. وهقوم خرجها. خرجها من الحلقة الرابعة. واقوم ما خرجها من ورا. وكده تكونت رابع حلقة وبنفس الشكل على الابرة. واخر حلقة عشان يبقى عندنا الخمس حلقات زي بتوعنا. هدخلها هنا. وهخرجها من الحلقة. الاخيرة. بالطريقة دي. وكده يبقى انا عملت الخمس حلقات بتوعي وايه? وخلصتو. هلف الشغل بتاعي الورا. هنلاقي الحلقة ديت هنا. هدخل انا بقى انظف الشغل ما بين تلات حلقات اللي وراه. بصوا اهيه. مش باين خالص ان انا ايه? دخلتها في اني جزئية. بس هي كده مظبوطة وشكلها حيب. والوشة هيبقى شكل وشكل الظاهر على فجل. وهاجي تاني. هدخل في التلات حلقات بتاعة السطر اللي بعديها. دخلها بس كده كزا مرة ايه? من باب ان هي تبقى نظيفة وميتقفلك وعيزة. هدخل برضو في الحلقة دي ما فيش مشكلة. وهكررها في السطر الاخير دوت اهم هدخل في التلات حلقات دولة. ممكن انتو بقى بفتلة كده بمبة برضو نفس اللون او فتلة نفس الدرجة. فتلة دي تقوم خياتنها الجوة بس هي خلاص كده مسكت نفسها ويعني صعب ان هي تتفك تاني. فانا هقوم خلاص قصها كده تمام. تمام? هنا كده خلاص بصوا اهي مش باين شكلها وده الوش بتاع الشغل مية مية. بعد ما خلصنا وآآ ركبنا الحلقة الجنب التاني هنبتدي بقى في الجنب دوت او في الجزئية بتاعة الخيط اللي احنا كنا سايبنا في الاول هنجيب ابرت تنظيف او ابرت كنفا ونركبها فيها وهنبتدي هنا هنعمل حاجة بسيطة جدا. شايفين? احنا هنا عندنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. انا هعمل ايه? هعدي فوق اول واحدة دي كده. وهقوم جايبة الخيط هنا. تمام? يبقى انا بس عديت من اول واحدة. هعمل ايه بعد كده? هخلي الفتلة تبقى مصبوطة كده يبقى وشها هقوله قدامي. وهعدي واحد اتنين تلاتة اول سطر ده مش هجي ناحيته هجي في التلاتة بتوع السطر اللي بعضين هنا كده اهو واحد اتنين تلاتة واقوم مدخلة الابرة ومرجعها تاني. بصوا هتبتدي تدي ايه? اول شكل بس نبقى ايه? مزبطين الشغل بتاعنا. اهي. ويبقى الشغل مفروض مش مشدود. هاجي تاني هنا عشان السطر اللي بعديه هسيب السطر اللي احنا لسه داخلين فيه ده وهاجي واحد اتنين تلاتة اللي هما التلاتة اللي في النص دول هدخل من تحتهم بالطريقة دي واقوم سحبة الخيط او مطلعها البر. مع طبعا ان احنا نزبط الشكل بتاع الايه? اللي هو بتاع الخيط عشان يبقى الجزء الايه? الخارجي هو الايه? اللي مزبوط برا. اهي. هنفضل ان احنا نكرر الطريقة دي. نيجي هنا في التلاتة اللي في النص بس. هدخل تحتيهم الابرة. وكلهم من اتجاه واحد اهو من قدامي دايما. دايما من قدامي هقوم بطلع الخيط. وازبط. بحيث ان هي تبقى مزبوطة. اهي. واجي تاني اللي بعديها. تحت التلات في تلات دول. انا عايز اقول لكم ان انا عاعدت تجرب الطريقة دي لحد ما طلعت بالجمال دوت زي ما انتم شايفين. وطلعت النتيجة بتاعتها حلوة قوي. وشكل جديد للحزام وللايدين بتاعة الشونت وما بتاخدش وقت وبيبقى شكلها زي ما انتم شايفين كده. لذيذة. هكمل مع بعض كزا واحدة كمان وبعد كده هوريكم شكلها بعد ما خلصنا احنا اصلا عاملين واحدة اللي هي دي بصوا شكلها بعد ما خلصت شكلها شيك جدا وبتدي شكل الشاكة جدا في الشغل وهي كده يعتبر كأنها ايه? اتجاهين. اتجاه اللي هو العادي السادة بتاعنا والتجاه اللي هو المشغول بيبقى شكلها جميل جدا. فانا هخلص برضو الزيت دي وبعد كده هوريكم شكلها بعد ما تخلص ايه? وهي الواحدها بتبتدي تاخد الميلة لتحت زي ما انتم واخدين بالكم كده. انا ما بعملش اي حاجة زيادة هي اللي بتميل مع نفسها. اهم حاجة ما تنسوش ان هو دايما اتجاه واحد اللي بتدخله فيه الابرة من تحت الفوق ودايما كل مرة هتزبطوا الايه? شكل الفطلة او الخيط عشان ما يبقاش شكلها مبعكش او شكل وحشي. طبعا احنا لو اشتغلنا حزام مقاس اكبر من كده هيبقى الفطلة اللي احنا سبناها في الاول هتبقى اكتر من كده عشان يبقى الشغل بتاعنا مزبوط وما يبقاش فيه ايه? اه حتة من الحزام ما تعملاتش. بصوا. احنا نستمر بنفس الطريقة دي لحد ما نخلص كل شريط بتاعنا وبعد كده في النهاية بعد ما نخلص بابرة وخيط نقوم مخياطين اخر جزئية يعني هنخلي الجزئية الاخيرة تبقى لتحت كده ونقص ايه? كده بالمقاسس هي مسلا احنا خلصنا دلوقتي نقوم قصين كده وبعدين الجزء اللي تحت ده بابرة وخيط بنفس اللون نقوم مخياطينه بحيس انه هو يبقى ثابت من الجنبين ويبقى الشغل تماما. هخلصها بسرعة ووريكم شكلها بعد ما تقوم. ده كده شكلها بعد ما خلصتو كما في الشياكة والاناكا. اتمنى تكونوا استفدتوا والسلام عليكم.